بغير لكم اليوم بين الحضارة الإسلامية والحضارة الأوروبية وشي ما يدخل العقل يقول المؤرخ البريطاني هم اللي يقولون مو إحنا إن الشوارع كانت عند العرب مبلطة يوجد بها صرف صحي منورة بالكامل وأكبر صرف صحي يتمر فيها العربة وأصغر صرف صحي يمر فيها الحمارة جلكم الله بينما كانت شوارع لندن وباريس يمتلأ ويختلط فيها مياه صرف الصحي بشوارع مترابية وبعد ستمية سنة من الثورة بدأوا يهتمون في شوارعهم بعد ستمية سنة ويقول المؤرخ الفرنسي في غرطبة في مكتبة للخليفة الحاكم المستنصر فقط في غرطبة نحيا عن بغداد ودمشق ومصر وبلاد الأندلس فقط في غرطبة مكتبة تحتوي على ستمية ألف مجلد ستمية ألف أربعة وربعين مجلد فقط فهارس كلها عن الحديث والتفسير والفقه وبعد أربعمية سنة راحوا عند أكبر مكتبة في باريس اللي هي مكتبة الملك اللي قوا فيها تسعمية مجلد فقط ستمية ألف تسعمية شوف الرغم بأعطيكم عادة معلومة صادمة تدرون أن العرب هم أول من بنى المستشفيات وكان اسمها البرمستان برمستان هي كلمة عربية صرف وحطوا فيها أجنحة للمرضى وغرف للعمليات بناها الوليد بن عبد الملك في دمشق سنة ثمانية وثمانين هجري بعدها انتشرت المستشفيات في العالم الإسلامي والمستوصفات والمستشفيات المتنقلة مع الجيش المستشفى في مراكش بناها الخليفة يعقوب بن منصورة الموحدي كان جامع بين العلاج والدراسة وفيها دوية كلها بالمجان يقولون أنه كان ما في مثله فيه ممر ماء يمر على جميع غرف المرضى وفيه ثلاث نوافير يصنعون منها الصيدلان يصنع منها دويتا وأمر فيها بزراعة جميع النباتات العطرية والمشمومة التي تستخدم في العلاج وبرق بين زي الدكتور وزي المريض وأيضا كان للمريض لبس نهار ولبس ليل ولبس شتوي ولبس صيفي والمعلومة الصادمة يقول لك إذا كان فغير ودخل وتعالج وخلص نعطي فلوس عشان يسترزق وإذا كان غني يدفع الآن الغني عنده تأمين صحي والفقير يدفع بينما أنشئت أول مستشفى في أوروبا بأمر من الملك لويس ملك فرنسا سنة 1260 ميلادي يعني 658 هجري يعني بعد 600 سنة من بناء المسلمين للمستشفيات بعد الحروب الصليبية يوم شافوا المستشفيات في دمشق ومصر وبغداد وبعدين عاد خذوا العلوم كلها ونسبوها لهم فيهم اللي اعترف وفيهم اللي ما اعترف أصلا علم الجبر اللي حل معضلة كبيرة في علم الرياضيات ولولا الخوارزمي لمراني التكنولوجيا الآن لنسمونا حتى بالخوارزميات ما في تكنولوجيا في العالم للخوارزمي لولا علم الجبر شتان ما بين قوة الإسلام في السابق وعلمهم وحضارتهم وثاقبتهم والآن الإرادة الإرادة وسبحان من مغير الأحوال والحين تتنافسون وبل يتقاتلون على البعثات الخارجية لكسب العلم من الخارج الختام صلى الله عن النبي